أمين نرى هذه الأشياء نقدر نقوله باللي يصروا في كرة قادم يصروا نرفزة على لاعب مع مدرب تصروا نشاطر محمد واش قال قالك لازم المدرب يفيتي يفيتي بسكو ممكن نعود نتذكركم صرات هدي في المنتاخب الوطني ناخب وطني مع عبد الرحمة بالرحمة صرا ودارت ضجة كبيرة دارت ضجة كبيرة اليوم هدي تاني دارت ضجة كبيرة بسكو علاش لاعب قدير اللي انترنسونال اللعب معروف سينورمال اللاعب يتقلق من حقه شاف الفريق باللي يقدر يمد إضافة وما لعبوهش يتقلق بين المدرب لازم تفيتي هاد الأمور بسكو أنا ما خبيش عليك واش عندي معلومات كي ينلعبين لدي سيدي وفي بلاس المدرب هم اللي يلعبوه وما يلعبوه يلعبوه وما يمشي لهم كي يلعبين هم يلعبو بهك دايا بسكو المدرب يحبهم ما زال العقليات على تلسنين تلت سنوات الوارع دونك انت ويش قلت مقبيلات وقال علي قال لك الكاطة زيرو هادية تبين تلخص كل شيء تلخص وشرا ويدور في المجموعة اللعبين طاقم الفني بس كو ما شئ هاكذا كبرك انت بالليلة وضحها يتبدل كل شيء صح سيبان ورمان خلينا نروح نختم هذه البطاقة الحمراء بصور جميلة وجميلة جدا عن فريق شباب بالوزداد علاش مش تعرفوا بلي التشكيلة هادي وشو يقول امين اقصاص فيه الكثير من الصحة انه ربما بعض اللعبين يلعبوه درع او هو من اللي يمضيوا او هو من اللي يعطيوا الاوامر داخل المجموعة شكون يلعب شكون ما يلعبش لانه لما نشوفوا الفريق الراضيف اللي هو اقل من واحد وعشرين سنة يلعبوه بلي او فانتيا سافدين اللي اسغل من واحد وعشرين سنة ومن داك يطعموه ببعض اللاعبين كما يلعبش سينيور يدخلوهم باش يلعبوه تماما هادي الاسبوع فريق لو يحتل المرتبة الاولى في فريق الراضيف وناجبنا صور من صفحة رسمية لشباب بالوزداد عن الفوز اول امس فقط بربعة صفر كما اخسر الفريق ربعة صفر فريق شباب بالوزداد فاز بالراضيف أربعة صفر أمام نادي بارادو بالأداء والنتيجة طرس في كورة القدم اعطينا الصور نشاهدوها للجمهور الكوروي شاهدوا هاتي الشباب كيف شرمي لعبوا كورة القدم لماذا لا نشاهد هذه الاسماع في الفريق الاول لشباب بالوزداد يعني نسوش تاكتيكية جميلة وجميلة جدا شاهدناها في هذه المواجهة يعني في كل مرة او تقريبا اكتر من عشرين لقطة انا مخيرت لكم شكل اللقطات ولكن خيرت لكم بعض اللقطات الجميلة لهذا الفريق الشاب تعلي ايو فانتين تعسي ياربي واحد وعشرين اقل من واحد وعشرين سنة يعني نسوش تاكتيكية طريقة لعب جميلة تمريرات مكانش هديك تاع ارمي في اسما تمريرات دقيقة تحس بلي انه كان قاعدة لعب بعض العناصر ومانيش حاب نسمي الأسماء ولا نسمي واحدة سيدي اللي سجل تلت أهداف اللعب بصوار هذا اللي يقال عنه الكثير سجل وقل تلت أهداف في المدة الأخيرة هو هدف فريق الراضيف باقي الأسماء ما نسميهمش كاين أسماء كثيرة تستحق لماذا لا اللعب مع الفريق الأول علاش فريق مثل هذا يمر الكرة جميلة يلعب طريقة ممتازة ما يوجد حتى يخرج الكرة دائما بهذه الطريقة التي تمتع كل واحد يشاهد كرة القدم علاش فريق شباب بالوزداد لا يعطي الفرصة لمثل هذه الأسماء لتلعب بهذه الطريقة حتى لا تسجلش لكن تشاهد كرة القدم جميلة وجميلة جدا في حين نلقى أسماء بالملايير صرفوا أموال كثيرة على هذا الفريق على هذا اللعبين لكنهم لم يقدموا شيئا وهذه الصور عندها 48 ساعة فقط أو أقل لا 48 ساعة الفريق لعب الفريق الراضيف تعشباب بالوزداد أمام نادي بارادو وفاز عليه بربعية ويحتل مقدمة الترتيب وربما أحسن فريق يلعب كرة جميلة ودخلكم 19 بالخير هذا نعم تخل هو احتياطي هو وتخل أيضا بوصوف لأنه عائد من إصابة تخلك احتياطي أيضا ولكن هذا أيضا لاعب ممتاز هذا لاعب رقم 34 تخل احتياطي شوف التمرير الجميلة والجميلة جدا والهدف الرابع لما أعتقد أو الهدف التالي علاش ما زال فيه هدف رابع وشفنا لقاطات جميلة علاش كنقولوا كيل لابات في الزاير وكنقولوا بأنه هذا الفريق أو هذه الفرقة الجزائرية واللاعب الجزائري الشاب لو تعطيه الفرصة بإمكانه أن يصنع العجب أنا ما شفتش لاعبين مثل هادو نعاود نقول لي وش قال علي بن شيخ لما قال لك لو كان نجيب 23 وعشرين لاعب مليح طروى غارديان وكل جوار عنده رنبلاسوم ليحامش رنبلاسوم جاي يأكل ويشرب ومن هاد ليجان طلع 3 أو 4 نعمر بهم ونرمي من ذاك نرمي واحد حتى في كأس إفريقيا وره المشكلة الأقل من 21 سنة رأو سينيور شوف مونشيستر سيتي بخ كورديولا كيف شو يعمل يدخل 3 لاعبين 4 لاعبين والبارسا كنا نشوفه في سيتي نعم دخل لعبين شبان السعر اللي نبدأ بيك لأنك تحب تكلم كتير على الشبان ثم نروح للباقي أنا بركمنسي نقول لك أعطيك الصحة لأن اللي اللعبو هكذا السعربي اللي جاندو اللي اللعبو خير من السينيور كلها صحيح مدر بتاعهم من شعف شكون فيهم في الطاقم علي موسى موسى علي موسى نقوله تبارك الله وفيك علي موسى وطاليس اه وطاليس اه زوج دو فوتبالر مكاشون في الطاقم السينيور اسكتونا دوك شوية خليونا نهضر يا جماعة فانت طاليس وعلي موسى سنت فليسيتي لأن شتن شتل الورغانزازان تشو شكفاش اللي كنتربي اللي زوريونتاشن ل فريمان فريمان فو لعبين كينين تكنيق ما يصن بو ولا من هدو ما يطلع السينيور ومبعد يجيو سرطان اللي دربو منشعف نصم أنا عندي معلومات اكسو غريق منشعف يتوشوا بزاف يا أخي ولو بدأ بزحتهم ولكن كنتو شرش كشي لابودراري صاح 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 دي فوتبول فكار تاس سير بتاع صاح لتلعب كورت القدم صاح صاح سي بيا والله يصي تفلسيتي ل لز انترين ريمان تبارك الله فيهم لأن عندهم عندهم انفيفي ما شاء الله يدومين الشمبيون نو خلينا يدومين مهام شمبيون نتائي صاح نديرون نشغل هادو كلي رح اللاربية خلص وبدأ نا نتكلمو هنا لي طلع كيمة هنا سير بي أنا لي ممنوع لهم يزدو جيبوا لعب مننا متزير نظر من متزير لحبو يلعبوا تشمبيون اللي يجيبوا زوج أفري كان في المستوى العالي صح بصح باش طلع طلع شو دريريات يلعبوا كون القادم خو الله غير يعطيك صح اللي قدرت نعاك دوما تفكرنا الفوتبول شباب ومو أشكرني يختر عليه خطر أشكر لا لا فوتبول شباب من البارح هنا نو جدا شوف كيف هش متفاهمين اللعابين شوف كيف متفاهمين الجوار بناتهم شوف واحد أخر هنا يضرب شوف كيف واحد أخر يضرب هنا تك على صاحب وراح هذه خدمة خدمة هذه خدمة وخدمة شاب ماشي قال صاصي دي بوفود هدا الفوتبول لجير شوف حط هلو بالاخر شوف نا نا سيبو يعطيهم صح تشوف الطاقم الفني يوجد أسماء علي موسى طاليس مظور أيضا يقوم بعمل ممتاز في الفئة شبنية مشي كيف يخدم معنا محلل نتكلم على ممكن يقدر يقدر إضافة لفريق شباب محمد في بعض الأحيان أردوان هذا علي موسى مظور ولكلين بزاف تحتاجهم عند لجن يعفوك أشي فورمي نفس حادو لي فورمي لاتلعب هم ولكن ما تحقر هم مش هد المدربين هدو ما يعني قيم هم على حسب العمل ديالهم قيم هم على حسب وش يطرعوا لك لعابين إداخل هم يطرعوا بس كيف هناك تشوف هد اللعابين الشبان هدو ما وثلاثة أربعة كما تكلمت هدو في البداية يقدروا يلتحقوا بالفريق الأول بدون صعوبة وكان هنا علي موسى أو عرفات مزور كان مر معنا في حصة في قلب الكام وتكلم على ناكسيال قال لك ممتاز ويقدر يكون لعب مستقبل للمنتخب الأول ولكن تم نزعه بسبب تواجد الكثير من الأسماء في قلب دفاع قالوا له خلاص أمجو المعاليم مزيج تلعب بنتايا عاود هبط إليتي أبات تقاس الطفل فلا مور برو بتاعوا تقاس وعاود ولي يلعب مع هدو ويزهام أحسن من أنه ياخذ أربعة مع يونج أفريكان أمين أكساس رأينا هدو عندهم طريقة لعب عندهم فلسفة تشوف كيف الانيماسي كيف يخدم تشوف زين دو تشوف 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 منظمة كيف نقول هنا أنا أقول باللي والله أرسي ضماش وكينا حاجة برك مقبضة كنت حب نتكلم لك عليها لا نرى هذا ليس ريف لي سينيور لازم الإدارة اليوم تضرب يد من حدي هذيك صحة نشوف تكون قوية تكون قد المسؤولية يا ما كاش قال سمحوا لي ما تقدروش انتم المسؤولية فاريخ كهدايا بحجم الفاريخ تعشاب أبلو ازداد لازم الإدارة كاش لازم تضرب يد من حديث بس كويس صارت صارت تبهديل نقولها بكم صراحة صح بس كو كان لعبت ضد فاريخ كما لعبت فات صندوس استعرف نارض فاريخ قوي فاريخ قوي فاريخ اليوم انت ربحت بثلاثة سفر بكل أريحية تحت خسر ربعة سفر وكل طريقة اللي خسرت بها نعم واضح ضدقوا ملف البطاقة الحمراء وقبل من روحوا للمحترف الأول نروحوا لآخر فاصل إشهاري ثم نعود لنختم حصتنا مع المحترف الأول قسم الثاني وصورة وتعليق